بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه وقول المصنف رحمه الله عن بريده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية الحديث قوله عن بريده هو ابن الحصيب الأسلمي وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم قوله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم تأمير الأمراء على الجيش والسراية ووصيتهم عندما يوليهم فإنه يوصيهم بهذه الوصية العظيمة قال الحربي السرية الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها والجيش ما كان أكثر من ذلك نعم هذا معنى الفرق بين السرية والجيش الجيش أكبر أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى تقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه نعم هذا معنى تقوى الله في المسؤولية بأن يتخذ وقاية بينه وبين المعصية بالأمانة على ما والله الله عليهم نعم ومن معه من المسلمين خيرا أي ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم نعم كل هذا داخل في معنى الرفق في معنى تقوى الله في الرعية بأن يراعي هذه الأمور في مسؤوليته على من ولاه الله عليهم لأن الولاية أمانة بين العبد وبين ربه وهذه الأمانة تتضمن هذه المعاني نعم قوله أغزو بسم الله أي شرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله نعم أغزو بسم الله أي متوكلين عليه فيما توليتم من هذه الغزوة وشؤونها نعم قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم وقد خصص منهم من له عهد من له عهد اكتفى منه بالوفاء بالعهد نعم قد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان هؤلاء لا يقاتلون من له عهد من الكفار هذا لا يقاتل وفاء بالعهد والنسوان لأن النسوان لسن من أهل القتال ومن لا يقاتل لا يقاتل والرهبان الذين هم في الصوامع هؤلاء مشعولون بما هم فيه ولا يخشى من شرهم على المسلمين نعم ومن لم يبلغ الحلم والصغير الذي لم يبلغ الحلم لأنه ليس له نية نعم ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا وهو الصغير نعم لأنه لا يتوقع منه الغدر نعم وإنما نهي عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا النساء والأطفال ومن لعوا عهد عند المسلمين هؤلاء لا يتوقع منهم غدر فلذلك لا يقاتلون لأنه لا يقاتل إلا من يتوقع منه الغدر والخيانة نعم فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا إذا كان من النساء أو من الأطفال تدبير قتلوا دفعا لشرهم نعم قلت وكذلك الذراري والأولاد كذلك الذراري ذراري الكفار الصغار لا يقتلون أيضا والصغار يعني الأطفال نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا لا تغلوا عرفنا الغلول فيما سبق شره نعم والغدر نقض العهد نعم والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به هذا لا يجوز حتى مع الكافر إذا قتل فلا يجوز العبث به ولأن هذا لا مصلحة من ورائه لأنه قتيل ولا يخشى من شره نعم ولا خلافة في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة المثلة وهي تقطيع جثة الميت نعم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال الرواية بأو للشك وهو من بعض الرواة ومعنى الخلال والخصال واحد نعم قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائده ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا فيعدى إلى الثاني بحرف الجر قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح الأول وانصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض قوله صلى الله عليه وسلم ثم دعوهم إلى الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم دعوهم بزيادة ثم والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داوود وكتاب الأموال لأبي عبيد لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال نعم وقوله ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني المدينة وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الحجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام نعم هيكون هذا الحكم قد انتهى وقته نعم وهذا يدل على أن الحجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهذه البلاد ولله الحمد يعني مكة والمدينة صارت دار إسلام فلا يطلب الهجرة منها نعم قوله صلى الله عليه وسلم فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا لأنه لا يستحقه إنما يستحقه من من يتأتى منه الجهاد وهؤلاء لا يتأتى منهم جهاد فلا يعطون من الخمس نعم وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم وهذا له وجه من السنة كلام الشاب الإمام الشافعي له وجه من السنة نعم كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله وسوى مالك وأبو حنيفة رحمهم الله بين المالين وجوز صرفهما للضعيف نعم هذا خلاف فقهي وكل قول من القولين له وجه من الإصابة نعم قوله صلى الله عليه وسلم فإن هم أبوا فاسألهم الجزية في حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا أو غيره عموم يعني تعميم الجزية على كل أحد من الكفار الذين بايعوا وهي قدر من المال يأخذ من الكافر في مقابل إقراره على دينه نعم وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الجزية تأخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم نعم هؤلاء يقاتلون مشركي العرب ومجوسهم ما يطلب منهم جزية وإنما يسلمون أو يقاتلون نعم وقال الشافعي رحمه الله لا تأخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وتأخذ من المجوس والإمام أحمد تلميذ للشافعي فأخذ بقوله رضي الله عنه نعم وتأخذ من المجوس قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب خير أكل لذبائها وناكحي نساء نعم وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية فقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق وهل ينقص منها الضعيف أو لا قولان وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون على الغني ثمانية وأربعون درهما والوسط أربعة وعشرون درهما والفقير إثنى عشر درهما وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله قال يحيى ابن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية تصددي على الأدون إثنى عشر درهما إفرضا وأربعة من بعد عشرين زيدي لأوسطهم حالا ومن كان موسرا ثمانية مع أربعين لتنقدي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي نعم هذا شعر هذا شعر في من تسقط عنهم الجزية من تسقط عنهم الجزية هم هؤلاء عند الصرصري والصرصري عالم عالم من علماء الحنابلة من علماء الحنابلة له باع واسع في الشعر نعم وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقل دون غيرهم وإنما تأخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم نعم قوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الإجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكماً معيناً في المجتهدات فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الحديث أذمها العهد وتخفر تنقض يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أجرته ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد كجملة الأعراب فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى والله أعلم وقوله نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمسوا غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تلتمس غرتهم نعم وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الإنقياد إلى الحق بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا فيزيدون عتوا وبغضا والله تعالى أعلم هذا وجيه هذا الكلام وجيه قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين نعم لأن الله فرق بينهما لأن الرسول فرق بينهما نعم الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا نعم التكاب خف الضررين لدفعي علىهما نعم الثالث قوله أغزوا باسم الله في سبيل الله هذا فيه إخلاص النية هذا فيه إخلاص النية للمجاهدين نعم الرابع قوله قاتلوا من كفر بالله أن القتال إنما هو للكفار المعاندين الكفار المعاندين نعم الخامس قوله استعم بالله وقاتلهم فيه أن وجوب الاستعانة بالله على القتال لأن الله جل وعلا ينصر من استعان به نعم السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء لا شك حكم الله هو الصواب وحكم العلماء اجتهادي يخطي ويصيب فالذي يصيب له أجران والذي يخطي الخطأ مغفور السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا أن الصحابي من جملة المجتهدين لا يدري هل هو مصيب أو مخطي لكنه معذور إذا أخطأ ومأجور إذا أصاب وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين